رائعة من رواع الدكتور محمد النابلسي يقول فيها من آثر الدنيا على الآخرة خسرهما معا ومن آثر الآخرة على الدنيا ربيحهما معا فالذي يؤثر الآخرة يعد أكبر تاجر لا تدعو الله على سبيل التجربة نجرب كن نستفيد أولا من شروط استجابة الدعاء أن تدعو الله وأنت واثق من الإجابة في سنن التربية يقول صلى الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة مما يدهع العبد إلى أن يرضى بالمرض الذي ابتلاه الله جل وعلا به علمه أنها تكفر من ذنوبه خطاياه في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبتلي عبده المؤمن بالسقم يعني المرض حتى يكفر عنه كل ذب يا أخي لا تبخل بمشاعرك الطيبة على من حولك في حديث يحسن بعض العلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة يعرف قيمة العافية من أسهره المرض زيارة المرضى تجعلك تدرك قيمة هذه النعمة التي عندك صح من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم مني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي قد تدعو الله بأمر ترجو أن يحققه لك فيصرفه عنك لعلمه سبحانه بما هو خير لك فالله عطاؤه رحمة ومنعه رحمة فرضين بقضاء الله وقدره يقول سبحانه وقفوهم إنهم مسؤولون نزل مقطع في الإنستجرام اكتب تغريدة في تويتر اكتب مقالة تذكر فقط أنك مسؤول نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الأعمال والأقوام اقطع الطريق على من يريد أن يوغر صدرك على من تحب الحسن البصري جاءه رجل قال إن فلانا اغتابك فقال له الحسن ما وجد الشيطان بريدا غيرك وجدت كرام كثير من خصومات الناس التي تقع سببها غياب عنصر التثبت يقول الله سبحانه وتعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الذي لا يرى في الناس إلا العيوب والأخطاء هو كالذي لا يشم إلا الروائح الكريهة ليكتشف بعد ذلك أن ما استرها من جسده قال سبحانه لأصحاب الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته في كهف ضيق مظلم وجدوا رحمة الله كذلك قد يرحمك الله بمصيبه بضائقة فالحمد لله على كل حق من دعائم السرور والراحة أن تشعر أن هناك ربا يرحم ويغفر ويتوب على من تب يقول سبحانه من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النحلة لا تضع إلا طيبا كما أن النحلة لا تضع إلا العسل فكذلك المؤمن لا يخرج منه إلا الطيب في أقواله وأفعاله تجاه الآخرين من معاني اسم الله الجبار أن يجبر كسر عباده ويسد حاجته يجبر الضعيف فيقويه يجبر الفقير فيغنيه يجبر النظلوم فينصره فاللهم يجبر كسرنا فائدة من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الخير في حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم إن الله رحيم حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه ألا يضع فيهما خيرا